اروح 98 مليون زيادة سنوية 2.56 مليون مولود كل سنة بنزيد 2.5 مليون كل سنة بنزيد دولة جديدة دولة جديدة داخل الدولة لابد ان نشعر بالقلق ونتيقظ ويكون لدينا وعي سكان نحن في امس الحاجة الى ان نزيل الجهالة السكانية الجهل السكاني ونستبدله بالوعي السكاني القضية قضية اخطر من الفساد واخطر من الاهمال واخطر من الارهاب احنا مخططين ان احنا في 2030 نوصل 111 مليون لو نجحت الخطة الحالية اللي بتقوم بها الدولة لو فشلت لها قدر الله بن قسيم هنبقى 119 مليون في 2030 رقم كارثي الكارثة الاكبر والاضخم اللي احنا لازم نواجه نفسنا نسبة الفقر نسبة الفقر في 2008 كانت 22% من عالم السكان نسبة الفقر ارتفعت في 2015 لـ 28% بنزيد كل سنة 2.5 مليون فبالتالي كل عوائل التنمية لو جبنا سيدنا سليمان استغفر الله لا يمكن ان احنا ننجح مع وجود هذه الانفجارات السكانية المتتالية دون اي انجاز في كيفية تطوير العنصر البشري حتى هذه اللحظة عندي 50% نسبة فقر 50% من عدد السكان نسبة فقر في محافظات المينيا واسيوت واسواج وقناء اللي الدولة بتعمل خطوات دلوقتي لانقاذ ما يمكن انقاذه وفي خطة تنموية مستدامة تعالوا شوفوا الكارثة الاكبر نعمل نتكلم على فستاننا مين ونتكلم على ايه اللي بيحصل في الهرم وبنتكلم في قضايا تافيها اتفه مين اتفاه وسايبين القضايا مين بيتكلم عن الامية المنتشرة والمتفشية في مصر مين يعرف ان عندي في مصر ربع سكان مصر عندهم امية في القراءة والكتاب 26% من عدد السكان اللي هم 98 مليون لا يقرؤون ولا يكتبون كان ربع الامة ربع البلد في 2018 لا يقرؤون ولا يكتبون محقوا الامية بقى والتعليم والتعليم العالي والتعليم الواطي والتعليم المنخفض والبرامج والكلام اللي بيرتكلم انجليزي وفرنساوي وجماعات المانية وجماعات بريطانية كو في الاخر هذا المجتمع فوق كاهله ربعه ما بيعرفش اقره ويكتب ربع مجتمعنا ما بيعرفش ولا يكتب دي كارثة شوفوا المصيبة الاكبر 31% من الاناس ما بيعرفش اقره ويكتبه اللي هم امهات المستقبل اللي هم بيربوا لأولاد تخيل تلت السيدات المصريات ما بيعرفش اقره ويكتبه دي ارقام حقيقية مش من عندي دي ارقام كارثية لابد ان احنا نفتح الجرح وانطهره ونشوف احنا رايحين فين عشان ما فيش حد بيقعد تكلم يقولك احنا لا احنا عندنا كارث تاريخية وهذا الجيل كتب عليه انه يتحمل من اجل الاصلاح يبقى عندي نسبة الفقر وصلت الارقام بتخض 28% نسبة الامية 26% ولو انت تلاحظ هتلاقي الامية والفقر فيه علاقة ترضية لسه ملاحظة دلوقتي والله يعني نسبة الامية عندي نسبة الامية عندي 26% ربع المجتمع نسبة الفقر 28% تقريبا نفس النسبة يعني فيه علاقة وطيدة وترضية بين الفقر وبين الامية كلما كان هناك جهلا وامية كلما كان هناك فقرا ومن ثم كان هناك نسبة مرض علاقة بين هذا المسلس المرعب عندي 6 مليون مصري متسرب من التعليم 6 مليون مصري من الطلاب وولادنا بيخش التعليم ويهربوا من المدارس ويتسربوا يبقوا أطفال شوارع أو عمالة أطفال 6 مليون عدد سكان دول مجورة لنا 6 مليون الكارسة بقى لم يتلقى تعليما 23 مليون مواطن مصري من لسه بقول فوقه 26 أمية 23 مليون مواطن مصري ما عندهمش فرصة تعليم عمالة الأطفال 3% الحاجة الحلوة اللي احنا في الحين فيها بس الخصوبة 3.5% في 2014 احنا بنخطط تنخفض لـ 3-1-10-20-20 وبنخطط إن شاء الله النجاحنا يبقى 2-4-10-20-30 أرقام تخض أرقام خطيرة أرقام لازم كل مواطن مصري يعرفها لازم وسال الإعلام والثقافة وكل من يشارك فيه وعي الإنسان المصري لازم يقول إن عندي زيالة سكانية وصلت إلى هذا الرقم المرعب عندي نسبة أمية ربع سكان مصري أميين عندي نسبة فاكر ربع سكان مصري فقراء عندي تسرب من التعليم عندي حرمان من التعليم عندي كوارث قطاعية جامعية لابد إن احنا نعيد ونزيد في هذا الكلام عشان نعرف حجم المشكلة أنا ما عنديش صداع لأنا عندي أورام سرطانية يبقى العلاج لابد أن يكون علاج على قدر المرض والمرض عندي خطير ترجمة نانسي قنقر